اشتركوا في القناة شهدت البطولة مستويات فنية مرتفعة حيث قدم اللعبين مستويات بارزة تؤكد تطور الواضح في اللعبة البطولة الاولى للجوجتسو طبعا بدون بدلة كانت قوية وطلعت فيها مستويات كبيرة ومشرفة وفيها العديد من الدول مشاركة انا اليوم فخور ان اشوف الطاقات البحرينية الكبيرة والفنيات الكبيرة اللي شفتها اليوم على ميدان الجوجتسو فمن واجب ان نكون متواجدين في هذه الفعاليات ونحن نكون دعمين لطاقات شبابية اللي فيها امان انها تكون على مستوى العالم واصل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم تحضيراته من اجل ملاقات المنتخب الاردنية الشقيق يوم غدن الاحد على استاذ البحرين الوطني في المباراة الودية الثانية تحت قيادة المدير الفني ميروس لافسكوب هذا وكان الاحمر قد فاز في مباراته الودية الاولى بقيادة المدربة تشيكي على منتخب سانغافورا بثلاثة اهداف مقابل اهداف ومن المؤمل ان يعطي المدرب الفرصة لبعض الاسماء التي لم تشارك في مباراة الاولى وذلك للوقوف على جاهزية اللعابين تنطلق اليوم نفسات الدو نصف النهائي لدور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الرابع للمراكز الشبابية والاول لدو الاعاقة والذي يقام بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة حيث يلتقي في المباراة الاولى فريق مركز شباب ابو الصيبع مع فريق مركز شباب سافرة تليها مباشرة مباراة مركز شباب الزلاق مع بطل النسخة السابقة فريق مركز شباب الشاخورة هذه البادرة تدمج جميع انحاء ومدن وقرى البحرين في هذه الرياضة وهذه البطولة اعتقد المشاركين من 32 مركز شبابي في المملكة يدل على ان هذه البطولة من بطولات ناجحة واللي انا احث عليها ان يكون فيه استمراري لها في السنوات الغادمة مشاركة دوية الاحتياجات الخاصة يمكن للمرة الاولى تحدث في المنطقة يقام دوري لدوية الاحتياجات الخاصة طبعا كل هذا يصب في اكتشاف المواهب وبالتالي يصب في مصلحات المملكة رأيه المملكة في المشاركات الخارجية اتاحة الفرصة للشباب كل الشكر والتقدير اللي يسموه الشيخ خالد بن حمد على اتاحة هذه الفرص للشباب خصوصا لدوية الاحتياجات الخاصة ومن ياتنا ان شاء الله انها تستمر ونبقى محليا حيث نظم الاتحاد الرياضي للامن العام بالتعاون مع اللجنة الولمبية البحرينية ندوة تحت عنوان الاستشفاء ومعاولة النشاط بعد المجهود البدني وتوزيع الحمل البدنية وذلك ضمن فعاليات المستوى الرابع من البرنامج الوطني لعداد المدربين بندي ضباط الامن العام بالقضيبية وقد حاضر في الندوة المحاضرة العالمي نيكولاس بيرنات من كندا واجتملت الندوة على تعريف بمصطلح الاستشفاء واهمية ممارسته للرياضيين وطرح آخر لآخر الأساليب الحديثة وما توصل إليه الطب والعلاج الطبيعي فيما يتعلق بالاستشفاء للرياضيين في الألعاب الفردية والجماعية اشتركوا في القناة